بعد يوم من الضربات الجوية الأمريكية على مواقع الميليشيات غربية العراق تتساعد إرأة التوتر أمنياً في ظل زيادة الضغط الحزبي وسياسي على حكومة السودان وتصاعد الخشية من تصعيد يزيد منسوب التوتر مصادر أمنية في بغداد كشفت عن تعرض وزارة الدفاع لضغوط من أجل نقل مستودعات الدخيرة التابعة للميليشيات إلى داخل قواعد الجيش ومعسكراته للحيلولة دون استهدافها مستقبلاً من الطيران الأمريكي على اعتبار أن واشنطن لن تقدم على قصف قواعد الجيش وأعلن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية على أهداف في العراق وسوريا رداً على مقتل ثلاثة من جنوده في هجوم على قاعدة في الأردن مشيراً إلى أن الضربات سادفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات مسلحة متحالفة معه وفيما قال الجيش الأمريكي إن المنشأة المسهدفة مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ ومسيرات أكدت أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه وشملت أكثر من 85 هدفاً وبحسب مصادر سياسية عراقية فإن الهجمات الأمريكية الأخيرة ستزيد الضغط الحزبي والسياسي على السودان في مفاوضاته مع واشنطن لإنهاء دور التحالف الدولي وأخراج الجنود والمستشارين الأمريكيين من البلاد فيما تخشى الحكومة ضربات قد تقوم بها بعض الميليشيات لا تحدث ضرراً بالمصالح الأمريكية بقدر ضرارها السياسي وتأثيرها في تعقيد المفاوضات وتتوقع مصادر قريبة من مكتب السوداني وقوع جولة ثانية من الهجمات الأمريكية قد تسهدف بعض المقار على أطراف بغداد وفي محافظة صلاح الدين وبعض مناطق بابل التي تستخدمها الميليشيات المسلحة كمصانع ومخازنة للأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة معتبرة أن الإجراءات الدولماسية قد تتراجع بسبب التصعيد الأمريكي الذي ارتفعت وطيرته بعد هجوم الأردن